نظم التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجلية إفطاراً جماعياً بمحافظة المينيا شارك في الإفطار الجماعي أكثر من ثلاثة ألاف من ممثل الجهات الحكومية وممثل المجتمع المدني والمزارين في إطار جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين نظم التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجلية إفطاراً جماعياً حضره أكثر من ثلاثة ألاف من أبناء محافظة المينيا نحن النهاردة موجودين في إفطار بتقيمه الهيئة تحت شعار شركاء معاً والهيئة كانت حريصة جداً على أنها تكون بتقيم هذا الإفطار علشان نكون بنقول لكل الشعب المصري كل سنة طيبين ونؤكد على فكرة أننا دايماً مع بعض وأننا موجودين مع بعض وأنه مع بعض نحن نقدر نحقق أحسن حاجة لمجتمعنا وأفضل حاجة مائدة شركاء معاً بدعوة الهيئة الكبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية والتحالف الوطني لعمل الأهل التنموي إفطار رمضاني تاني إفطار تدعو الهيئة الكبطية الإنجلية الإفطار السابق كان في حي الأسمرات في القاهرة اليوم في محافظة المينيا مزارعين محافظة المينيا شباب محافظة المينيا سيدات محافظة المينيا ممثلي كل الجهات الحكومية نكتمع على مائدة واحدة مائدة شركاء معاً لنعلن أننا في رسالة محبة في رسالة بناء بنفطر مع أهلينا وأصحابنا وأصدقائنا من المستفدين من البرامج المختلفة للهيئة الإنجلية ده إفطار إحنا بنسميه احتفال في الحقيقة بننظمه بالتعاون مع التحالف الوطني لعمل أهل التنموي من المينيا بندي نموذج للعيش المشترك للسلام للتأخي للتماسك المجتمع بين الفئات المختلفة وشارك في الإفطار الجماعي ممثل الجهات الحكومية وممثل المجتمع المدني والمزارعون التي تستهدفهم مبادرة إزرع التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هذا وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجلية العديد من المشروعات التنموية التي تعمل على دعم المزارعين وذلك من خلال مبادرة إزرع التي أطلقها التحالف في يونيو 2022